انابت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى المرأة حفظها الله معالي الفريق الطبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة لافتتاح قمة صحة المرأة 2023 القمة التي تقام برعاية سموها حفظها الله وتنظمها الخدمات الطبية الملكية بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة تحت شعار متمكنة لصحة أفضل وبالتالي مناسبة أكد العمي الطبيب الشيخ فهد بن خليفة آل خليفة قائد الخدمات الطبية الملكية أن قمة صحة المرأة تعكس الدور الأساسي للمرأة كركن رئيسي في المجتمع تحظى رعايتها الصحية بكل الاهتمام مشيرا إلى أن هذه القمة التي تاتي بالتزام مع الاحتفاء بيوم المرأة البحرينية 2023 تؤكد على أن المرأة البحرينية أصبحت شريكا فعليا وأساسيا في صناعة القرار الوطني بدعم ورعاية واهتمام من صاحبة سمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها الله منوها بدور المجلس الأعلى للمرأة في خلق بيئة تشجع المرأة على تحقيق إمكانياتها الكاملة وتطوير مهاراتها وقدراتها ومشاركتها في جميع المجالات بما في ذلك المجال الصحي والطبي من جانبها أكدت سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة أن مملكة البحرين أولت اهتماما كبيرا بالمرأة البحرينية في مختلف المجالات والفئات العملية منوهة بما واصلت إليه من تقدم في ظل الجهود العظيمة والمنبثقة من الرسالة السامية للمجلس الأعلى للمرأة الذي أسهم في رفع قدرة المرأة في المساهمة التنافسية في العملية التنموية بما يحقق لها فرصا متجددة للارتقاء بخياراتها نحو جودة حياتها والتعلم مدى الحياة من خلال تكامل الجهود مع الشركاء والحلفاء في العمل المؤسسي هذا وتهدف قمة صحة المرأة إلى تبادل الخبرات والمعرفة في مجال صحة المرأة وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة في مجال الرعاية الصحية العالمية ونقل الصورة المشرفة للشراكة الوطنية التي تنعم بها المرأة البحرينية للعالم أجمعا في مجال الرعاية الصحية انطلقت قمة صحة المرأة وفي جعبتها غدد من المواضيع المهمة التي ستتخلل جلساتها الممتدة لمدة يومين والتي ستركز على صحة المرأة البحرينية إضافة إلى التقدم المحرز في تحقيق الهدفين الثالث والخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بصحة ورفاهية المرأة الأمة الآن بالإضافة لعملها كأم وكسيدة في البيت في كثير من الأحوان تكون جزء بعد من التعمل برا وتجيب إيراد في البيت بالتعاون مع زوجها فالحقيقة أن هذا الدور اللي عليه اللي هو مزدوجة حين صار صار مسؤولية كبيرة وأن هذا الحقيقة حين قدر عمل المرأة في كل هالبجالات واهتمام بأبنائها واهتمام بتربيتهم واهتمامها بتعليمهم الأخلاق والأسس وأسس الدين تأتي أهداف قمة المرأة متمكنة للصحة أفضل لتشجيع وتحفيز المرأة للقيام بدورها الفاعل من خلال عملها الحكومي في مؤسسات الدولة المختلفة والقطاعات الصحية المختلفة وأيضا عملها المدني وخصوصا في الأمور الوقائية والعلاجية والتلطيفية وغيرها نخبة واسعة من المتحدثين في مجال الرعاية الصحية للمرأة وغيرهم يشاركون في هذه القمة بهدف تشجيع تبادل المعرفة والخبرات في القطاع الصحي بشكل عام ومجال المرأة بشكل خاص اختارين أهم المواضيع التي تصب في موضوع صحة المرأة الطبية والغير طبية إن شاء الله راح نقاطي مواضيع مهمة مثل القيادة المرأة كقيادية في مجال الصحة راح نقاطي العنف ضد المرأة راح نقاطي مواضيع جدا مهمة بالنسبة عن صحة المرأة هذه القمة تجمع العديد من الأطباء من جميع أنحاء دول القارج العربي لذلك لنشارك الأهمية في توحية المرأة والعناية بصحتها ككل بما أننا نعيش في مجتمع واحد تحت بيئة واحدة فنتشارك الخبرات والحلول إسهامات كبيرة للمرأة البحرينية في مجال الصحة عززها الدعم المتواصل من قبل المجلس الأعلى للمرأة والجهود التي يبذلها بشراكة مع الجهات المعنية التي ترعى هذه القمة المميزة وتثر المجال الصحي ومشاركة المرأة الفاعلة بهذا القطاع مؤتمر صحة المرأة والذي يأتي لأول مرة في مملكة البحرين يؤكد على الاهتمام المتواصل التي تحظى به المرأة البحرينية ليشمل جميع المجالات شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين